من حضرموت حيث أطلقت سلطة المحلية سراحة قائد الهبة الحضرمية الشيخ صالح بن حريز بعد أيام من اعتقاله من داخل ساحة الهبة في مدينة المكلة وظهر بن حريز خلال اجتماع عقده محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني وما عددا من وكلاء المحافظة والقادة العسكريين والأمنيين وممثلين عن اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام حروة وفي أول تصريح له عقب إطلاق سراحة أكد بن حريز استمرار الهبة الحضرمية في انتزاع حقوق حضرموت وأبنائها وأوضح أن الهبة انطلقت من مطالب شرعية وحقوقية ودعا إلى توحيد الصف الحضرمي وترك المناكفات الحزبية والسياسية أول مطالب احنا نطلب من الجميع الالتفاف أبناء حضرموت إلى بعضهم البعض يحطون اليد باليد وحده وتكون لأبناء حضرموت وعن محافظهم لا للأحزاب لا للتفرق لا للإبتعاد من أخواننا بعضنا البعض إن كانوا في حضرموت وإن كانوا خاري حضرموت نطلب من الجميع الالتفاف إلى حضرموت نطلب من الجميع أن يقدروا هذه المواقف الحضرمية وبإذن الله احنا مستمرين لأيل الالتمام حضرموت لأيل مطالب حضرموت الشرعية قبل هذا اليوم كانوا أعداد قليل من الهبة لكن اليوم الحمد لله نبشر ابناء حضرموت الجميع هذا حبيت يعلمكم هبتنا مستمرنا بإذن الله وإحنا لحمة وحدة واليوم علني أمام الجميع عبر ناقلات الصوت عبر الفضاء أن احنا لحمة وحدة ابناء حضرموت واللي مبعد يوفر الصفيون يتركون من الأحزاب هذا طلبنا وطلب الشعب الحضرمي